السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان وإن شاء الله مع أولى حلقات برنامج نور الحق معكم أنا محمد عطية مشالي المعالج بالقرآن والركة الشرعية وإن شاء الله تبارك وتعالى فكرة البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون عن العلاق بالقرآن والركة الشرعية والسنة النبوية وأولا تعريف السحر لغة واصطلاحا السحر لغة معناه التخيل واصطلاحا إظهار الباطل في صورة حق والحق في صورة باطل والدليل من القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وأيضا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قال وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسح فخص الله سبحانه وتعالى الإشراك وبعده السح لأنه من أكبر الكبائر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله في هذا البرنامج الجميل بإذن الله وبيكون تفاعلاتكم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى عبر الأرقام إن شاء الله تبارك وتعالى الظاهرة على الشاشة وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هذا العمل بإذن الله سبحانه وتعالى موفق بفضلا من الله ونعمة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيب كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فتصير القلوب على قلبين قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود كالكوز مجخية أي كالكوز المحروك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والإشراك بالله السحر هو من أكبر الكبائر كما كان على عهد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأيضا حينما خيل إلى سيدنا موسى من سحرهم أنها تسعى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني لا تخف لأن الله سبحانه وتعالى حينما بعث سيدنا موسى إلى الفرعون وهو الدعى الألوهية فحينما جاء بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى قال حينما جاء سيدنا موسى وألقى عصاه فإذا هي سعبان مبين أي فإذا هي في هذا الوقت كأنها حية تسعى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أي يا موسى اطمئن لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلك بالحق المبين وأرسلك برسالة واضحة وهي إعجاز السحر وإعجاز الصحرة لأن حينما رأى الفرعون أن من سحرهم أنها تسعى وبعد ذلك حينما رأى الصحرة والمشعوزين رأوا أن هذه العصاه الذي يحملها سيدنا موسى في يده تحولت بفضل من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى ففي الوقت واللحظة تحولت العصاه بقدرة الله سبحانه وتعالى حية تسعى قلنا لا تخف أي يا موسى لا تخف لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلك بالحق وأيضا حينما تأتي إلينا حالات من العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى تجد سرا عجيب في آيات الركية الشرعية لأنه لا يتم الشفاء أرجو من أعزائي المشاهدين أن يركزوا في هذا الكلام لا يتم الشفاء إلا بتقوى المعالج أولا ولا يكون بتقوى الحالة التي تعالج لأنه حينما يبدأ الإنسان بآيات الركة الشرعية بأخلاص وصدق إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر له كل أمر عسير لأنه توسل بالله سبحانه وتعالى ولم يتوسل بعبطة الجن والشياطين الذين يأتوا بأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى وكيف أعرف أولا كيف أعرف أنني إنسان مصحور يعني إزاي أعرف أنني عندي صحة أولا يكون هناك وجع في البطن يكون وجع شديد ووجع في أسفل الظهر وبعد ذلك يكون وجع في الركبتين وتجد في المنامات أحلام مفزعة مثل تعبين مثل أشخاص مثل أناس يعتدون عليك بالضرب فاعلم أن هذه هي علامات السحر يعني إزاي أعرف إننا إنسان مصحور وعند سحر العلامات اللي إحنا بنقولها لحضراتكم الآن عبر هذه الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى نقوم بفضلا من الله ونعمه حينما يأتي إلينا أي شخص يأتي إلينا نبدأ أولا بنعرف الأعراض وتهيئ الجو النفسي يعني بعد ما بنعرف إن شاء الله بس أول سؤال بنسأله إنت ذهبت للطبيب يعني بيقولك أنا عندي مشاكل في المعد أول سؤال بسأله إنت رحت للطبيب يقول لا والله أنا رحت لحد ما غلبوا معايا الأطبة وبيقولوا إحنا مش لقيين شيء طبي عند حضرتك الإشاعات والتحاليل بتقول إن أنت كويس وبعد فترة الوجع والتعب زي ما هو بفضلا من الله حينما يأتي إلينا ونقرأ عليه آيات الركية الشرعية ونأتي إليه بأشياء للاستحمام وأعشاب بفضلا من الله ونعمه يكون العلاج يأتي إليه بالنتيجة بفضلا من الله ونعمه وأيضا إزاي أعرف إن أنا عندي سحر التفريق يعني أنا الوقتي إزاي هاعرف إن أنا عندي سحر التفريق في لحظة تتغير الأحوال يعني في بيتي باج أبص بلاقي الأحوال اتغيرت اتغيرت إزاي انقلب الحق إلى باطل وانقلب الباطل إلى حق يعني إزاي أنا فجأة كنت بحب زوجتي وهي بتحبني وكنا بنخاف على بعض فجأة كل شيء والأحوال انقلبت ليه لإن هناك يوجد سحر فاصل إن شاء الله تبارك وتعالى ونرجع لحضراتكم عاوزت ابني بيتك وخايف تحط فلوسك في أي حاجة أنت مش دو منها؟ خايف تاخد الأرض وتستلت من صحابك عشان تكمل بيتك؟ إحنا جبنا لك الحل وعلى رأيي المثل إدي العيش لخبازي بكتب صبري عبد المنعم عبد الواحد حسن والشهير بوجيه السونتيسي للمقاولات العامة والاستثمار العقاري كما يوجد لدينا جميع أنواع مواد البناء شؤة فيلال عمرات شاليهات هدفنا هو التمييز والإبداع والابتكار لسنا الوحيدون ولكننا المتميزون العنوان محافظة البحيرة ضمنهور جاوية غزان لجوار الكبري الجديد للتواصل والاستفسار والحجز الاتصال على الأرقام التالية 010-22-0756 للتواصل والاستفسار والحجز الاتصال على الأرقام التالية 010-22-0756 010-22-0757 0100-456-334 رجعنا لحضراتكم بعض الفاصل إزاي أعرف أنني عندي سحر تفريق فجأة كل أحوال بيت بتتغير فجأة بكره زجتي فجأة كل حياة بتتغير وتنقلب هذه الحياة لأنه أتي إلي بسح فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إنه ولي وذلك والقدر عليه فإزاي هعرف أننا عندي سحر تفريق إننا فجأة أحوال بيت بتتغير فجأة بكره زجتي فجأة مي بحبش أولادي فجأة مش طايق أتكلم مع زجتي فجأة منش طايق أعد في بيتي ودي أكبر مصيبة بتواجهنا في المجتمع الآن وهي سبب انتشار السح والدجالين من أجل أننا بعودنا كل البعد عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما نأتي ونبتعد عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتعد ونلقى إلى الخرافات ونأتي إلى دجال وإلى عراف يقول لي حتل اسمك واسم أمك أي حد يقول لي اسمك واسم أمك اعرف أنه هو دجال المشاهدين اللي بيسمعوني الآن أي واحد يأتي إليه ويقول لك يعطيني اسمك واسم أمك دي علامات الساحر أولا يقول لي أنا عايز اسمك واسم أمك تاني حاجة بشيء من الأثر يعني يقول لك إيه حتلي حاجة من قطره زي ما احنا بنعرفها بيننا وبين بعض يقول لك يعطيني حاجة من قطره ده بمجرد ما يقول لك كده اعرف أنه هو دجال كيف نفرق بين المعالج بالقرآن والدجال والممشاهد إذا أتى إلي معالج بالقرآن وسألني عن الأعراض اللي قلتها لحضراتكم ده بيكون معالج بالقرآن والركيا الشرعي أما إذا أتى إلي زي ما قلت لحضرات وقلت للسادة المشاهدين الآن إذا سألني عن اسمه واسم الأم اعرف إن هذا دجال وربما يأتي إلي ويقول أنا عايز نتبح والعياذ بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه إذا وصل إلى مرحلة الدجال والشعوزة فقد قفر بما أنزل على سيدنا محمد لأنه في الوقت والحال حينما يأتي ويقول إحنا عايزين وليكن فرخة ونتبح وليكن أي أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى فهي مخالفة إلى قرآن الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك بعدت كل البعد وسبب انتشار السحر والصحر في هذه الآونة اعلم علم اليقين أن هناك ابتعاد إن شاء الله معنا اتصال عبر الهاتف معنا المستشار مصطفى كمال حبيبي شرف بي كيفانه؟ إزاي حضرتك يا معالي المستشار ونورتني وشرفتني ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا فانديم ومعالي المستشار من الناس الأفاضل اللي تعملت معاهم على المستوى الشخصي وهو من أفضل الناس وهو مستشار في مجلس الدولة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية وأن يرزقه دائما السعي إلى الخير لأنه من السعين للناس على الخير فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية تفضل يا فانديم إزاي حضرتك يا فانديم نورتني في البرنامج إن شاء الله ربنا يحفظك يا فانديم ده شرف لنا ونورتني وسعداء باتصال حضرتك ونورتنا يا فانديم ربنا يحفظك يا فانديم تفضل يا فانديم كنا بنتكلم إزاي أفرق بين العلاق بالقرآن والركيا الشرعية إذا كان عندي شخص بيسألني بيقول لي أنت اعطيني اسمك واسم أمك وشيء من أسرك اعرف إنه دجال أو مشعو أما اللي بيسألك عن الأعراض ويأتي إليك بآيات الركيا الشرعية ويقرأها عليك في الحال فأعلم أنه يعالج بالقرآن والركيا الشرعي وأتى إلينا حالات كثيرة بفضل من الله ونعمه وشاء الله سبحانه وتعالى أن أكون سبباً في شفائها بدليل حينما أتى إلي اتصال من الصعيد وأتى إلي أخوها بالاتصال وقال لي أن أختي معمول لها سيحرب وقف الحال أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من كل من ينتقم من عباد الله سبحانه وتعالى فحينما اتصل عليه وقال أن أختي معانا في البيت وهي أكبر واحدة في إخوات فكل ما بيجي عريس عايز مين؟ عايز إخوات ومش عايز فقلت له ما ده ممكن ما تكونش هي جميلة يعني ما أولتش الموضوع للسحر حينما أتى إليها بالاتصال قال لي لا والله هي جميلة وكل اللي بيجي مش شايفها هو عايز إخوتها قلت له سيجعل الله تبارك وتعالى الفرج بإذنه فحينما أتى إلينا وقرأنا عليها الركية الشرعية وأتي لها بالعلاج شاء الله سبحانه وتعالى ولم أشأ أنا لأن المشيئة لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى فشاء الله سبحانه وتعالى في الوقت واللحظة أن يفك هذا السحر حينما أتيت إليها بأعشاب وشاء الله سبحانه وتعالى أن تخطب وحدد لها معاد الزواج وأيضا أمامنا حالات كثيرة حينما يأتي إلينا اتصالات على الهاتف بنرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى وعبر الفيسبوك وعبر كل شيء بنرد على الناس وأي شيء أي إنسان بيريد استفسار بنرد عليه بفضل الله سبحانه وتعالى إزاي أعالج نفسي بقى أعالج نفسي بنفسي اسمع إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الوصفة التي وصفها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع طمرات من طمر المدينة لم يصبه سوء يعني أنا الوقت هجيب سبع طمرات في الصباح وأكلهم فهنا بتحمى من السحر أو الحسد أو المست أو سحر التفريق أو أي شيء لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء يعني ممكن بيجي لنا اتصال ويقول لك والله أنا لفت على جميع المشايخ والله ما فيش صدق أقول لك لأنه لو كان عنده صدق بالله سبحانه وتعالى ليصر الله سبحانه وتعالى له كل شيء أما إنه حينما يأتي ويقرأ ربما يقرأ إنسان فاتحة الكتاب فتكون العلاج إزال؟ بدليل حينما كان أحد الصحابة على صفر وكان هناك أحد علية القوم يعني رجل ملك أو فارس أو هو بيحكم القبيل كله فلدغاه عقرب فأتى إليه أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب يعني قرأ فاتحة الكتاب على هذا الرجل فجعل الله سبحانه وتعالى فجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في ذلك لأنه قرأها بنية الشفاء وإن شاء الله تبارك وتعالى لا ننسى وقبل أن أختم لا أنسى أن أشكر الأب والصديق والحبيب الحق وجيه الصنطيسي الذي تولى ورعى هذا البرنامج فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية لأنه من الناس المخلصين والمحبين لكل رجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية فحينما ذهبت إلى بيته فأقام لي بحصن الضيافة لأنه ابن صود يعني بالمعنى البلد كده الرجل ده أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يرزقه بالخير كله عاجلا وآجلا إنه ولي ذلك والقدر عليه ولا ننسى كل من ساهم معي في إتمام نجاح هذا البرنامج وإن شاء الله تبارك وتعالى نعيدكم بالمزيد ونعيدكم بكل خير في هذا البرنامج وإن شاء الله تبارك وتعالى في كل حلقة سنقدم موضوع وليكن عن الحسد أو عن العين أو عن كل مواضيع بتشغل الناس إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لها علاج عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى وفي هذه الحلقة كانت حلقة بداية وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم القول والصدق في القول والأعمال والأفعال إنه ولي ذلك والقدر عليه وأيضا في ختام هذه الحلقة أتقدم بكل خالص الشكر والامتنان لقناة الصحة والجمال وإلى فريق الإعداد وإلى صديقي وإلى حبيب الأستاذ محمد الملكي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقدر عليه ولا ننسى حضراتكم من الدعاء أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن جميع مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه نترككم في رعاية الله وأمنه نلقاكم على خير فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر عاوزت ابن بيتك وخايف تحط فلوسك في أي حاجة أنت مش ضمنها؟ خايف تاخد الأرض وتستلب من صحابك عشان تكمل بيتك؟ نحن جبنا لك الحل وعلى رأيي المثل ادي العيش لخبازه بكتب صبري عبد المنعم عبد الواحد حسن والشهير بوجيه السنتيسي للمقاولات العامة والاستثمار العقاري كما يوجد لدينا جميع أنواع مواد البناء شؤة فلال عمرات شريهات هدفنا هو التمييز والإبداع والابتكار لسنا الوحيدون ولكننا المتمييزون العنوان محافظة البحيرة ضمنهور زاوية غزال لجوار الكبري الجديد للتواصل والاستفسار والحجز الاتصال على الأرقام التالية 010 22 0700 56 للتواصل والاستفسار والحجز الاتصال على الأرقام التالية 010 22 0700 56 010 22 0700 57 0100 456 34 34